نظم مركز وعيسة ثقافي مسامس محاضرة بعنوان التدخل الإيراني في اليمن ومآلات الأزمة اليمنية للدكتور عبدالله المدني المستشار والأستاذ في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الأسيوي وتأتي المحاضرة في طور حرص المركز على توسيع مدركات المجتمع وثقافته حول واقع التدخلات الإيرانية في اليمن وتبيان أسبابها انطلاقا من إطروحات علمية متخصصة السادس والعشرون من شهر مارس العام الماضي لم يكن يوما عاديا في التاريخ العربي الحديث عندما أطلقت عاصفة الحزم ثأرها على من عاداها عدو فتح جبهته من يمن كان يوما سعيدا عدو أوقفته العاصفة بملء إرادة الشرعية الحاكمة ونصرة لشعب ضاقت به سبل الحياة الكريمة لتبدأ عملية أخرى وتستلم راية التقدم السياسي والعسكري وهي إعادة الأمل بينما تواصل قوات التحالف تحقيق هدافها النبيلة سياسيا وعسكريا يأتي مركز عيسى ثقافي ليقرع جرسا ثقافيا من خلال هذه المحاضرة الهامة إيمانا منه بأهمية توسيع مدارك المجتمع بواقع التدخلات الإيرانية في اليمن ومدى تأثيرها على الكيان الخليجي والمنطقة فتحت عنوان التدخل الإيراني ومآلات الأزمة اليمنية أخرج الدكتور عبدالله المدني المستشار وأستاذ العلاقات الدولية زكاة بحوثه وقدم أطروحاتها التي تناولت جل العوامل التي ساعدت النظام الإيراني في الدخول عنوة على حرمة البيت اليمني ومدى تأثير ذلك على الأمن الإقليمي والتطرق إلى موجهته عاصفة الحزم من رسالة قوية طيقت خناق كل تقدم إيراني في المنطقة تبقى بعض الجوانب خافية وخاصة فيما يتعلق بكيفية تكوين التحالف العربي الذي قام بعمل مشرف وغير مسبوك في السياسات الخليجية والعربية من أجل التصدي للخطط الإيرانية في زعزعة الأمن القومي العربي أطروحات الدكتور أوضحت بعنق تأثير التدخلات السافرة على اليمن كدولة عربية ذات سيادة وعلى منظومة دول مجلس التعاون والتي استندت بحقائق تاريخية معاصرة الأمر الذي أشعل أسئلة وتعقيبات الحضور يعني الدكتور عبدالله المدني دكتور معروف وأكيد أن مداخلات فيها الأزمة هذه والمواضيع الأخرى لها صدى على القارئ البحريني لأنه رجل عنده مقالات على الطلاع كبير بالموضوع الأهم في الموضوع كله هو التدخلة الإيرانية وفعلا الملف إيراني أقول ملف اليمني والأزمة اليمنية ولكن الكل يعلم أن ما عقد المسئلة وزاد من محنة الشعب اليمني هي الحكومة الإيرانية وليس الشعب الإيراني حتى يكون الناس واضحة درجة عالية من التفاعل اتسمت بحرية الطرح وارتكزت على مبدأ صراحة الحوار وأعطت المجال للرأي الآخر تفاعل أتى بحجم موضوع هذه المحاضرة النوعية التي دأب مركز عيسى الثقافي على تقديمها للجمهور بسام نبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين